بتكلفة أقل وبسرعة أكبر طائرة الدرون يمكن أن تزرع ما يعادل 20 ألف بذرة في يوم واحد سامير بحميتي حماية الغابات وزراعة أشجار جديدة هكذا ستكون الأراضي المستصلحة في مختلف بقاع العالم والفضل يعود لتقنية الطائرات بدون طيار الدرون الخبراء يقولون أن هذه التقنية استعادت الغابات قصد وقف التنوع الحيوي السلبي ومكافحة التغير المناخي حاليا العمل متواصل بأستراليا بريطانيا كندا وفي التطلعات زراعة نصف مليون شجرة وتعتمد التقنية أنماطا أحادية وصرعة في الأداء ودقة في الوصول إلى البذور المختارة لتكون النتيجة عودة الحياة لمساحات شاسعة من الأراضي المشروع في شموليته يهدف إلى التصدي للتغير المناخي خلال السنوات المقبلة أضف إلى ذلك الدور الكبير الذي ستلعبه الطائرات المسيرة لتحقيق أهداف عزل الكربون وتحقيق مستوى عالي من جودة الهواء في دول مختلفة بأرجاء المعمور شكرا شكرا شكرا